ليه بحس انه ما تزعلش مني يعني ان الاسماعيدي كل واحد مستقل بنفسه جوه مجلس الادارة او كل اتنين مع بعض ففيه جبهات كتير ففيه مشاكل بتطلع بشكل اكثر ففيه هدوء بتطلبه مش هيكون اكيد موجود لا ما فيش جبهات ولا حاجة خالد الطيب عمله معامل مشكلة ولا فيه اي حد يقدر يقول ان انا وقفت ضد اي مصلحة او عارض وبعدين المعارضة ماشي صحي الدول فيها معارضة حتى لو ليه رأي مختلف لو ليه حاجات اعتردت عليها وسجلتها جوه محضر مجلس الادارة لكن في حاجات بتبقى انت لازم رد فعلك بيبقى فيها غزبا عنك عنيف الحاجة اللي تتعلق بكرامة مدرب اسماعلاوي طيب ايه الخطة اللي انتو عملتوها انتو قلتونا الخطة الجديدة ايه يعني احنا بعد ما نمشي حمزة طب مين المدرب هل اتفقتهم مع حد اجنبي طب هل امكانياتنا تسمح بكده والنقاط دي كلها كنا لازم نقعدوا تناقش فيها قبل ما تقرروا لوحدكم او اذا كان الجروب بيجمعنا لوحدكم ازاي يعني ايه بيتكلموا عالجروب انا شايف انا قلتوهم اكتر من مرة ان الكلام على الجروب مش مناسب ان احنا ناخد قرارات من خلال الجروب طب بلغوا حمزة الجمل انه بكرة هيلعب بفريق النشئين الكلام مش جايز طب ما تناقشناش ليه وايه السبب طب وليه حمزة ما يكملش على فكرة كانت فيه ناس معترضة غيلي يعني اتكلموا على الجروب نانسي مثلا قالت ان انا طبعا عايزة حمزة الجمل يكمل لغاية اخر مباراة وممكن يكمل بالنشئين بس لازم يكمل لغاية اخر مباراة لغاية نهاية عقده اعتقد برضو وليد شعيب كان ليه نفس رأي حمزة الجمل يكمل لغاية اخر عقده في الاخر كان القرار بالاغلبية ولا ايه؟ القرار كان بالاغلبية وانا بحترم الاغلبية طالما فيه مجلس ديمقراطي يبقى فيه دايما معارضة واعتراضات طبعا هي الدمقراطية كده جوه الجروب مش برا الجروب لا مش برا الجروب انا بس اتفاجأت ان حمزة مش موجود اه واتفاجأت ان المهندس سياحي القومي طلع تصرحات طبعا باش مهندس ما تيجي تقعد معنا واحنا مجلسك وقول يا جماعة طيب انا شايف ان عشان مستقبل اسماعيلي احنا بنتمح في حد اكبر من حمزة مش عيب يعني مش عيب ان انت يبقى عندك طموح وتواكب طموحاته الجمهور وان النادي الاسماعيلي جمهوره وتطلعاته كبيرة جدا رغم قلة الامكانيات اي تطلعاته دايما كبيرة وعايز يبقى في المنافسة وهو كنادي تاريخه بيقدم اجمل كرة في مصر عايز يبقى دايما في المنافسة وما بيقبلش اقل من كده طيب قول ان احنا عايزين ان نجيب مدير فني كبير طيب المدير الفني الاجنبي او المحلي اللي هو ليه اسمه اكبر من التابت الحمزة الجمل احتياجاته ايه طيب الاشكالات التاريخية هالبطة الاول ولا الفرخة طيب انا دلوقتي يعني المهندسي حيكومي برضو انا في البداية برضو عايز اقول ان الرجل ده يعني بيتعب وعمل مجود كبير قوي اول مجينة وانا كنت بشوفه في الوقت بتاع صفقات يناير وطبعا هو اكبرنا سنة انه كان بيعمل مجود ضخم حابب اشكرو عليه بس في حاجات بنختلف فيها يعني لازم نختلف في طريقة الادارة لان احنا مجلس مش جاي من مش قايمة واحدة مش قايمة واحدة نظبوط يعني كل واحد يعتبر لوحده كان قايمة المهندسي حيكومي ما كانش فيها غير الوسط ساحات محجازي وبقيت المجلس كله ما كانش فيه تألفات ولا قوائم ولا اي حاجة يعني الناس اللي كانت نازلة فردي هي اللي كاسك فطبيعي ان في ناس عندها خبرة والناس ما عنداش خبرة ومطلوب ان اللي عنده خبرة يستجيب لرأي الدموقراطية والاغلبية مهما كلفه ده وانا بحترم ده انا ما عندش منع ان حد يكون لسه جاي جديد وبيقول رأي مفهوم ولو كلهم جداد وقالوا رأي واتفقوا عليه انا احترمه بس ما يبقاش فيه تجاوزات قوي في حد مفهوم الكابتن حمزة